الباب كان واضح أنه سيبقى مغلقاً بموضوع تعديل المادة 12 لكن تعرف أنت جيداً المناورات السياسية والتحركات وتحاول أنه منها لكن رغم ترى أؤكد لك أنه كان هناك ضغط وتيار في الإطار التنسيقي يدعم تعديل المادة 12 ولكن الموقف الحاسم كان لبعض قيادات الإطار بيرفض تعديل هذه المادة وكان البيان الأخير للإطار التنسيقي واضح بأنه لا تعديل لمادة 12 والذهاب باستكمال الجولة بناء المرشح حين هنا بدأت التحركات الأخيرة أو ما تسمى بتحركات اللحظة الأخيرة فأنت أمامك الخيارين الآن تقاطع الجلسة ما تدخل للجلسة تنسحب من الحكومة تسحب نوابك أنا أرى هذا خيار ضعيف وخيار ربما هذا الخيار يولد تمردا سياسيا حسا تمردا سياسيا إذن بصيغة السؤال لماذا تقدم لجأة إلى هذا التكتل هل لأنه تقدم فقد المناورة السياسية يعني ما يضع ثقة بمرشح يحضر الجلسة لكن ما يصوت واحفظوا لمكتها يباتها شن اللي جاب رأيه ما راح يتمرر راح يتمرر سالم العساوي ومشكلتكم سيد سالم العساوي خصم سياسي مشكلتكم مع سالم العساوي شنو مشكلتهم مشكلتهم مو مشكلتهم هامر عفو مشكلتهم مشكلتهم سالم أخ عزيز وصديق أيضا شنو مشكلتهم مع سالم يعني هناك تنافس سياسي شوف تعرف جيدا السيد سالم العساوي شاب ومن الأنبار وتحديدا من الفلوجة أيضا ولديه مقبولية ولديه علاقات سياسية ولديه القدرة على العمل السياسي لسنوات قادمة هذا سيخلط تنافسا سياسيا ربما تعرف أنت جيدا السيد الحلبوسي خلال الفترة الماضية اكتسب شعبية قوية في الأنبار بالمحصلة النهائية تعرف جيدا المكون السني ينظر إلى رمزية القيادة ولا ينظر إلى الرمزية الدينية بقدر الرمزية القيادية أو رمزية السلطة لا أقول بالتعبير لا ينظر إلى الرمزية الدينية بتحديدا أنه ليس هناك احترام وإجرام لا ولكن بالعمل السياسي أو بالمنظور السياسي ينظر إلى الرمزية السياسية فالرمزية السياسية السمنية الآن وين توجد؟ توجد في رئاسة مجلس النواب هذا السبب لذلك هذا السبب لذلك تجد أنه كل المقدمة طبعا هو هذا السبب الأساسي الوطن وين وهذا يدخل في باب التنافس السياسي الوطن ومصلحة الوطن يحن بالطبع هو موجودة مصلحة الوطن وينها وينها داخل وين وين موجودة إن شاء الله وحاضرة إن شاء الله أنا نظري موزيا أستاذ عمار شايف الأعمال يقودونه نظرك نظر الصقر نظرك نظر الصقر بس شوفوني مو أنا مرات مرات شوقفا عد ذني رمزية القائد أمام الوطن الوطن يذهب إلى الجحيم أمام رمزية القائد شنو الوطن لا لا بالعكس حسانة دكتور نجم حبيبي دكتور إحنا دي نتكلم عن المنصب كرئيس مجلس نواب هناك صراع سياسي نعم بين كتلتين أساسية الرئيسيتين للحصول على هذا المنصب هس شبيه أنا ما أفتهمها هيك العالم كلها السؤال فيك بس أنا ما أخذ لخلط تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر